انا استطيع ان ارى الطيور مين المفعول به المفعول به هي الطيور بما انهم مجموعة حيوانات حكينا ان الشرط ان الشكل يتغير اذا لو طلعنا على الجدول شو بتصير شو الجملة كيف بتصير عمين هم الطيور انا استطيع ان ارى هم اذا ذم هي راجع على the birds يأكل الولد التفاحة مين المفعول به الان ابل اذا الابجكت ان ابل ان ابل ما انها ما بتفكر اذا نحط لها ات الشرط ان نغيري الشكل بس ات ما بتغير شكلها ات طبقا ات شو بتصير الجملة الولد تصير جميلة ات الولد بياكلها My sister can see me وأختي تستطيع أن تراني تراني أنا إذن where is the object أنا وبدل I شو بتصير الآي me نعيد الجملة I'm playing football My sister can see me أنا عم بلعب بكرة قدم وأختي تستطيع أن تراني أنا 6 You are watching TV إنتو عم بتشاهدوا التلفاز I can see you وأنا أستطيع أن أرى come into إذن into هو الobject عشانك كتبت you نعيد الجملة You are watching TV إنتو عم بتشاهدوا التلفاز I can see you وأنا أستطيع أن أراكم انتو لأن انتو هو الobject وليو بتضل هايو 7 We are swimming إحنا عم نسبح My mother can see us وماما أو أمي تستطيع أن تراني إحنا إذن مين الobject إحنا مين المفعول به إحنا الوي والوي والوي شو بتصير أس We are swimming إحنا بنسبح My mother can see us والمأمي تستطيع أن تراني إحنا الوي بتصير أس يرجى نقل التلخيص على دفتر القواعد ودراسته وحفظ الجدول الوارد في التلخيص كل ضمير شو بيصبح بالobject والحصة القادمة أو الفيديو القادم رح ناخد تمرين فلذلك يا طالد ادرسه كويس ترجمة نانسي قنقر